ونبقى في الشأن الأكاديمي إذ تستعد مدارس إمارة الشارقة لاستقبال العام الجديد 2016-2017 الذي يبدأ في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري حيث توفرت كل الاحتياجات المطلوبة للقطاع التعليمي وانتظام الطلبة في مدارسهم منذ اليوم الأول كل الاستعدادات تجري على قدم وساقة لاستقبال عام دراسي جديد لا يفصلنا عنه سوى أيام قليلة فجميع المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال أنهت تجريداتها وهي على هوبة الاستعداد لاستقبال أكثر من 250 طفلا تحديدا خلال اليوم الأول بروضة الأمل مستعدين لاستقبال الأطفال لهذا العام الدراسي بالنسبة سواء للفصول، الملاعب، مرافق الروضة كلها مستعدين لها بالنسبة للنظافة، للتكييف، الصيانة، ومعاملين برنامج متكامل لاستقبال الأطفال مرحبا مدرستي، بهذا الشعار ستستقبل مدرسة الشاري قنم موذجية بنينة طلبتها بعد أن أنهت استعداداتها بكامل احتياجاتها من تهيئة لهيئتها التعليمية والفصول الدراسية مستعدين هيئة والفصول وباشرة على تجهيزاتها من نظافة، من أدوات، من أجهزة، والكل مستعد لاستقبال الطلاب للعام الجديد أما مدرسة العروبة، يمثل الاستعداد فيها الشغل الشاغل لمختلف الإدارات حيث أنهت المدرسة ترتيباتها اللازمة بحيث توفر بيئة تعليمية جاذبة لهم تحفزهم للعام الدراسي الجديد نحن بدأنا في الدوام قبل دوام المدرسين بسبوع أثنين من هيئة دارية في المدرسة لتحضير الاستعداد التراسة والمفروض استرام الكتب ومتابعة الأعمال الموجودة في المدرسة في الصيانة، تركيب السبورات الذكية لبعض الفصول واستعدادات لاستقبال الطلاب نعمل استعداداتنا لاستقبال الطلاب، ترتيب ملفاتنا وترتيب العيادة وترتيب الهيئة الصحية للتهيئة الطلاب إن شاء الله عندنا كمان برنامج اسمه أجال بلاسمنا تحت رعاية مجل الشراء للتعليم نحصر الطلاب بس يعني توصلنا الطلاب إن شاء الله والقوائم تبعهم ونبدأ إن شاء الله نحصر الطلاب ونعمل لهم برنامج الأجال بلاسمنا بحيث أننا إن شاء الله نساعدهم على تغيير عادتهم للغذائية المسؤولية الأولى في إعداد الطالب لاستقبال العام الدراسي الجديد تقع على عاتق الأسرة بينما المدرسة تعد مكملا في عملية التيئة من خلال غرس الأمان في نفس الطالب ومساعدته على تكوين علاقة جيدة مع مدرسته نصيحتي لأولياء الأمور أن يهيئون أطفالهم لاستقبال العام الدراسي وكيف أنهم يدخلون الروضة ويهيئونهم لهذا الشيء من خلال القصص من خلال التعليمات من خلال كيف يتعاملون مع المعلمات هذا أهم شيء أريد طرشنا مسجات لأولياء الأمور بالتأكيد على الدوام أن الدوام بيكون من بداية اليوم لأحد إن شاء الله ونتمنى تعاون أولياء الأمور معنا في هذا الشأن إن شاء الله فنبغي تذكرونهم وترجعونهم لجو المدرسة وأنا متأكدة أن طلابنا يحبون المدرسة ويحبون العلم تأمين البيئة التعليمية المناسبة والآمنة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية إضافة لتوفير احتياجات المدارس قبل بدء الدراسة يتلأم مع خطط التطوير التي تشهدها البيئة المدرسية في الإمارة والتي من شأنها الارتقاء بدودة العملية التعليمية في المدارس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر